أشهد رئيس الجمعية الوطنية الأستاذ علي الكثير بالجهود الكبيرة للجنة الحشد الجماهيري والأدوار النضالية لأفرادها في الحفاظ على ثوابت الوطنية الجنوبية وإيقاد الروح الثورية للجماهير ومواجهة جميع المؤامرات والدثائس الخبيثة التي تحق ضد شعب الجنوب وقضيته جاء ذلك خلال لقاء رئيس لجنة الحشد الجماهيري بالعاصمة عدن عبد الرحمن حيدر وعضاء اللجنة العليا ورؤساء اللجان بمدريات العاصمة ولفت الكثير إلى أن أعضاء لجنة الحشد هم خير مثال الرجال الميادين المخلصين وأكدا على أهمية العمل على تعزيز الترابط المجتمعي بين أبناء العاصمة عدن والجنوب والتنسيق المستمر بين لجنة الحشد والهيئات التنفيذية للمجلس الانتقالي بالمدريات واللجان المجتمعية لإنجاح كافة المهام المناطة بها